بعد استفحال ظاهرة السرقة التي عرفها حي السيال والتي طالت عشرين فيلا من خلال سرقة الحلي والمجوهرات والأشياء التامينة قامت فرقة شرطة القضاء بمنطقة حيل حساني ببحث مستفيد لإيقاف المشتبه بهم وقد ساعدت كاميرا متبتة بإحدى الفيلات من رصد ممتط لدراجة هوائية يحاول تسلق جدار إحدى الفيلات واعتمادا على الأوصاف المرصودة وضعت خطة أوقفته في وقت قياسي هذا الشخص تم إيقافه وهو من موالد 1990 له صواب قضائية في ميدان السرقات المصوفة لا يسكن بعيدا عن حي السيال والذي اعترف باقترافه مجموعة من السرقات عن طريق التسلق والكسر بالنسبة للمسروقات الحيلة والمجوهرات قام بتفويت ديالها مجموعة من الأشخاص تم الإيقاف لبعض منهم والبعض لازلوا في حالة فرار بالنسبة لباقي المحجوزات وهي ساعات وعطور وأدوات تقليدية ودمالج أرتزانا تم العطور عليها بدلال منهم دفونة بالمسكن الذي يقدنه العملية استحسنتها ساكنة حي السيال والأحياء المجاورة والمعنى بالأمر وضع تحت تدبير الحراسة النظرية بعد إشعار النيابة العامة وسيتم تقديمه إلى السيد الوكيل العام للملك من أجل تعدد الصرقات الموصوفة بجناية وفي حالة العود وإخفاء المتحصل منها